تحاول أبل ميوزيك سد الفجوة بينها وبين منصات الموسيقى المنافسة عبر تقديم ميزات جديدة آخرها تطوير آدات لموسيقى الكاريوكي اسمها أبل ميوزيك سينغ إذ أمضت أبل سنوات عدة من العمل وراء الكواليس وأنفقت ملايين الدولارات لإطلاق هذه الميزة الميزة ستتيح للمشتركين أن نقرأ على أيقونة الميكروفون التي تظهر بعد استعراض كلمات الأغنية ومن ثم الغناء مع الملايين من المقاطع الصوتية الشائعة في غضون ذلك تخطط أبل لتسليط الضوء على بعض الأغاني الأكثر تمييزاً من خلال إطلاق أكثر من خمسين قائمة تشغيل مخصصة أبل قالت إن ميوزيك سينغ لن تقوم بإزالة صوت الأغنية المدعومة بالكامل لاستبدالها بل ستتيح للمستخدمين ضبط مستوى الصوت الذي يبدو وكأنه مصدر إزعاج لعشاق غناء الكاريوكي على المنصات المشابهة كما ستتيح أبل رسوماً متحركة تتماشى مع كلمات الأغنية لتجنب ضياع مسار الغناء وقبيل إطلاق الميزة خلال شهر ديسمبر الجاري على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأبل تيفي 4K قال خبراء إن أبل ميوزيك سينغ ربما تتفوق على منصة سبوتيفاي التي لم تشهد تغييرات منذ فترة ترجمة نانسي قنقر